ترتكز دولة الكويت منذ استقلالها على سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة تؤطرها مجموعة من الأهداف والثوابت التي من أبرزها احترام سيادة الدول نعم هذه السياسة جعلت دولة الكويت تتميز بعلاقات دبلوماسية مع مختلف دول وشعوب العالم تهدف إلى تحريخ ركائز السلم والأمن الدوليين لا طالما كان العروان الأبرز لسياسة دولة الكويت منذ استقلالها هو انتهاج سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة طموحة حيث سعت إلى الانفتاح والتواصل مع المجتمع الدولي وذلك وفق سياسة محددة تهدف إلى تحريخ ركائز السلم والأمن الدوليين حيث سعت دائما وفي كل محفل عربي أو دولي أن تكون حاضرة بمساعيها وجهودها نحو تحريق مبدأ الصداقة المشتركة مع مختلف دول وشعوب العالم المحبة للسلام فالكويت تؤكد دائما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والحفاظ على حسن الجوار والتمسك بالشرعية الدولية وأسس القانون الدولي والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين إضافة إلى الدعوة إلى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية والعمل على تحريق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومن منظور آخر فالسياسة الخارجية في دولة الكويت جملة من الأهداف والغايات تعمل على تحريقها هو تأمين وحماية مصالح الكويت السياسية والأمنية والدفاعية ثم العمل على حماية المصالح الخليجية والعربية والإسلامية والعمل على تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي مع السعي إلى تعزيز التعاون والتضامن العربي العربي ولا يمكن أن نخفل عن دور الكويت في الوساطة في حل الخلافات الإقليمية والدولية بين الأطراف المتنازعة مع العمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل